بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد أيها الأحبة انتهت الأحزاب ذهب الأحزاب وحصل أن جاء بني قريضة خلاص جاء دور بني قريضة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة اذهب ولا بد أن يحاطوا ولا بد أن يجدوا مغبة خيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين هؤلاء قوم فيهم خصة فيهم دناء يعني أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر لما حصل وانتصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلقهم ولم يزعجهم وحتى لما جاء إليهم في المدينة بعد بدر وقال اتقوا الله يا معشر يا هود يعني وفوا بعهودكم فقالوا له يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أقواما أغرارا لا خبرة لهم بالقتال إنك إن قاتلتنا علمت أننا الناس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عن هذا حتى نقضوا عهودهم يهود قيبر بن قريضة بن قينقاع بن النظير كلهم نقضوا العهود كلهم نقضوا العهود والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والتاريخ يثبت أنهم لا عهد لهم وأنهم يعيثون في الأرض فسادا وأنه لا استقرار للكرة الأرضية بوجود يهود فيهم قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان حليفا له ظنوا أنه سوف يكون رحيما رؤوفا بهم لكن هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله وأوقعوا المؤمنين في الفزع وعرضوا دماءهم ونساءهم وأولادهم للضياع هؤلاء لا ينبغي أن يكون للمؤمنين في قلوبهم لهم رحمة أبدا لا يمكن هذا لا يكون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذا ما لو كان الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة أو القريب أو الحبيب هؤلاء لا الدين يقدم الدين يقدم على هذا كله قال فجاء سعد بن معاذ ذهب إلى سعد بن معاذ وسعد هو الذي قال اللهم إن بقي من حرب قريش شيء فأبقني له إذا بقي شيء أبقني له وإلا فاجعلها تنفجر خلاص أنا لا أريد الحياة إنما قال ذلك لأنه يعلم ما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان أحب إليهم من أبنائهم ونسائهم ودمائهم وأموالهم وكل شيء والناس أجمعين قال فاجعلها تنفجر فذهبوا إلى سعد بن معاذ وحملوه على الحمار وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس قوموا إلى سيدكم فأنزلوه كان سيدا مطاعا كبيرا عظيما مهابا قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال يا سعد إن هؤلاء أرادوا أن ينزلوا على حكمك الله سينزلون على حكمك فماذا تريد؟ أحكم فقال سعد يا رسول الله وحكمي نافذ على من بهذه الخيمة قال نعم وأشار إلى الأنصار قال وعلى هؤلاء قال نعم ثم غض بصره وقال وعلى هؤلاء إلى الناحية التي فيها رسول الله غض بصره احتراما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال يا رسول الله فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تؤقذ أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع سماوات هذا حكم الله تبارك وتعالى وقد فعلوا هذه الأفعيل وخدت لهم الأخاديت حفرت لهم الحفر في الأرض وقتلت مقاتلتهم عطي القراضي يقول وكانوا ينظرون إلى من لم يتبينوا حاله هل هو من المقاتلين أو من غير المقاتلين ينظرون إلى العانة فإن كان أنبت تعلمون أن البلوغ يكون بحالات بالاحتلام أو بغلظ الصوت أو بنبات الشعر في الوجه أو بنبات شعر العانة فهم لا يعلمون لا تأكدون كان احتلم أو لم يحتلم قال أعطي القراضي فنظروا إلي فوجدوني لم أنبت فتركون عيشة تحكي قصة أخرى على ناحية أخرى تقول ثم ناد الجمع على امرأة وكانت عندها امرأة من اليهود فنادوا عليها فلما نادوا عليها قالت عائشة لها ماذا يريدون قالت أقتل قيل ولما قالت لحدث أحدثته قالت عائشة وتعجبت من انشراح صدرها تتكلم وتمزح وتتكلم مع عائشة كلاما كثيرا ومع ذلك طابت نفسها بأن تقتل عائشة تقول تعجبت من هذا تعجبت من هذا فقتل هؤلاء وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الكفاح الدامي في الإسلام لا ينقضي ولم ينقضي ورسول الله على فرش الموت هذا كفاح دامي مستمر وإذا تركت الأمة الجهاد فإنها تذل وتخضع وتتكهكر وتتخلف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ضرورة إقامة هذه الفريضة العظيمة لمراغمة أعداء الله ونشر دين الله تبارك وتعالوا لك أن الإسلام انتشر بحد السيف يعني هؤلاء الذين يقولون الإسلام يعني الذين يقولون الإسلام انتشر بحد السيف هم المستشركون الذين جاءوا من أمريكا وبريطانيا وألمانيا هؤلاء الذين أراقوا ملايين الدماء ودمروا البيوت وقتلوا الأطفال جاءون ليقولوا أن الإسلام انتشر بحد السيف ذكروني بهذا الرجل الجندي الإنجليزي الذي كان يقتل رجلا من إفريقيا يقتل رجلا من إفريقيا ونازل عليه يقتله فعضه الإفريقي قال إن هؤلاء الأفريقى قصاء هل تتصور ويقول صديقه أنه عضني وأنا أقتله الرجل عضني وأنا راح أقتله يعني رجل قاسي يعني لك أن تتخيل هذا ذكروني بهذه الحادثة ثم يقولون أن هذه الأمة تصنع الموت نعم هذه الأمة تصنع الموت فماذا تفعل أمة يحيط بها الجزارون من كل فج لها أن تصنع الموت لها أن تعمل في صناعة الموت وإلا فقول لي بالله عليكم ماذا فعلت أمريكا في أفغانستان أو في العراق وماذا يفعل الغرب الآن في غزة فإن اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا بحبل من الله وحبل من الناس وانقطع عنهم حبل الله تبارك وتعالى ولا زال مدد الغرب يأتيهم دون حساب دون حساب قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قال الله عز وجل انظر إلى هذه المنن وهذه النعمة العظيمة وهذه المنن وأورثكم أرضهم أورثكم أرضهم هذا الإرث دون قتال أورثكم صفوا عفوا دون قتال وأورثكم أرضهم وديارهم الله أكبر وأموالهم جهد عز جهد في غنائب وفي خير وفي بركة وفي فتح وفي نصرة أيها الجهد عز نعم أيها في غنائب نعم نعم فيه مرغمة لأعدالة نعم فيه مرغمة لأعدالة الإسلام لم ينتشر بالسيف لا إسلام انتشر بالدعوة وانتشر بالسيف فإن من الناس من لا نحن لا نستحي من هذا فإن من الناس من يدخل الجنة في السلاسل هؤلاء الأسرى الذين أسرهم المسلمون لم يدخلوا الإسلام إلا بعد أن أسرهم المسلمون ورأوا أخلاق المسلمين وسمعوا القرآن الكريم ورأوا هذا المجتمع المسلم الصافي العظيم الحسن نخيل أسرى اليهود لما رأوا حسن معاملة المقاومة عملوهم أطعموهم من أحسن الطعام وألبسوهم من أحسن الثياب وحموهم ولم يفعلوا فيهم شيئا يعني عملوهم معاملة حسنة أنا لا أستبعد أن يسلم كثير من هؤلاء وذهب وقالوا أنتم تحكون لنا عن المقاومة أنه محوش أسود ذات أنياب أنياب عظيمة وهذا غير صحيح هؤلاء بشر من أرقى البشر ومن أحسن البشر قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوه أرض خيبر لم تكن فتحت من قبل فوعدهم الله عز وجل بفتح خيبر وقد كان وخيبر فتحت دون كتاب وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا هذه بشرى عظيمة للمؤمنين أنتم في بداية الطريق وسترون من فضل الله وفتحه وبركته ما لا يخطر لكم على بال أكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله